موسيقى هل أتاكم حديث مستضعفان أتانا حديث مستضعفان سوف نروي في هذه الحلقة في كل الحلقة حديث مستضعفان وهذه مستضعفان لو تعلمون يا قوم هذه شركة إيرانية تستولي وتستولي ما شاء الله لها أن تستولي إيران لم يبقى شيء في سوريا تستطيع أخذه لم تأخذ لو استطاعت أن تأخذ الهواء في سوريا لأخذته الماء النحل الذباب أي شيء في سوريا تأخذه طيب البعض يقول لإيران خذي سوريا كلها وأريحنا والسريحي وانتهى وانتهى الأمر البعض يقول لم يبقى لهذا السيف الدمشقي ساحة الأمويين بأها سيد الرئيس لمستضعفان وغير مستضعفان ماذا نهر العاصي نهر برد لا يوجد به ماء نهر العاصي جبل خاسيون لم يبقى شيء تستطيع إيران أخذه في سوريا ولم تأخذ وآخذ وآخر وآخر تجليات الإيرانيين في سوريا هي مستضعفان ومستضعفان هذه طبعا لها شقيقات ولها أشقاء وما خفي كان أعظم من أشقائي وشقيقاتي مستضعفان أي بلاء ابتلى به الله سبحانه وتعالى أهل سوريا بالإيرانيين إيران إيران وما أدراك ما إيران هذه إيران ذهب لها المتنبي ذاته يوم قال هذه ملاعب جنة لو سار بها سليمان سار بترجماني يرى أي بلاء وأي شقاء هذا الذي شقينا به نحن السوريين والعراقيين واللبنانيين والفلسطينيين واليمنيين وكل أمة العرب شقيت به أو لا شقيت به أو لا بس نتنائي البعض طبعا يعني لم يشقى الكل بإيران لا البعض يحب إيران البعض يعني على طريقة أدونيس الشعر العلماني الفحل وهو من فحول العلمانية شعر أدونيس لكنه عند إيران يعني وضع علمانيته جانبا قال كيف أروي لإيران حبي والذي في زفيري والذي في شهيقي تعجز عن قوله كلماتي هذا أدونيس شعب إيران يكتب للشرق فاتحة الممكنات وهناك من على طريقة أدونيس الآن في العالم العربي يحبون إيران يقول لك شعب إيران يكتب للشرق فاتحة الممكنات ونحن في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي فلسطين تحت هذه الصياط الإيرانية تحت الصياط مستضعفات مستضعفان وأشقاء مستضعفان سوف نفتح ملف مستضعفان بالوثائق في هذه الحلقة مما تبقى حياكم الله اشتركوا في القناة مستضعفان ما هي هذه مستضعفان؟ هذه مؤسسة كيان اقتصادي إيراني له نشاطات في سوريا نتعرف عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا من عفرين في سوريا الباحث السوري المختص بالشأن الإيرانية الأستاذ ضياء قدور والأستاذ مرحبا بك أستاذ ضياء قدور تحياتي أستاذ معاذ شكرا لك على الاستضافة وشكرا لتلفزيون سوريا على نشر هذه الوثائق المهمة يا أهلا وسهلا قبل أن أبدأ معك بالنقاش أود أن أقول للأستاذ المشاهدين الأستاذ ضياء ومجموعة من الباحثين طبعا هذه الوثائق التي ترجمت وحصل عليها الأستاذ ضياء هذه الوثائق بإمكانكم أن تذهبوا إلى موقع تلفزيون سوريا ويعني تطلعوا على هذه الوثائق هذه الوثائق باللغة الفارسية هي مراسلات بين شركة مستضعفان والحرس الثوري الإيراني وبناء عليه تم صب هذا التحقيق أو هذه المادة الاستقصائية عن نشاطات شركة مستضعفان هذه هي الوثائق التي تظهر تترى على الشاشة الآن بإمكانك عزيزي المشاهد السوري الآن أن تدخل إلى موقع تلفزيون سوريا وهذه ليست دعاية للموقع لا هذه لمزيد من التثبت والاستقصاء ومزيد من العلم عما يفعله هؤلاء الإيرانيين في داخل سوريا هذه الوثائق نعرضها عليكم وبإمكانكم للإستزادة الذهاب إلى الموقع أرحب بك مرة أخرى أستاذ ضياق الدور تحياتي أستاذ معاذ شكرا إلىك على الاستضافة مرحبا وشكرا لتلفزيون سوريا مرة أخرى على نشر الوثائق لكي نوضح نقطة مهمة جدا في بداية الحديث هذا العمل ليس عمل فردي هو عمل ونجاح لكل تلفزيون سوريا طبعا قائد المشروع كان المدير الموقع الكتروني في تلفزيون سوريا هو سيد مهر وكع وكان كمساعد باحث أستاذ سامي جمعة أيضا موجود في العمل مجموعة من الصحفيين الذين اشتغلوا مع حضرتك في هذه المادة الآن ندخل إلى صلب النقاش مستضعفان ما هي هذه مستضعفان نعم كما تحدث تقريركم أستاذ معاذ مستضعفان تعتبر من أكبر الشركات الاقتصادية الإيرانية المدعومة من المرشد الإيراني التي يتولى إدارتها بشكل مباشر بيت المرشد الإيراني علي خامنئي وتنسق نشاطاتها مع الحرس الثوري الإيراني وخارج إيران أيضا مع فيلاق القدس بطبيعة الحال كما ذكر تقريركم نقطة مهمة جدا هذه الشركة هذا الغول الاقتصادي تأسس بعد انطلاق الثورة الإيرانية أو بعد وصول الخمينة إلى السلطة في عام 1979 تأسست بعد شهر واحد يعني تأسست على الأقل قبل شهرين من تأسيس الحرس الثوري الإيراني وبحسب الإعلان مستضعفان في اللغة الفارسية تعني المحرومين والهدف الرئيسي من تأسيسه كان داخل إيران هو الاستيلاء على العقارات وعلى الممتلكات التي كان يتبع جزء منها للنظام الشاه وأيضا يتبع لكثير من الشعب الإيراني يعني بحسب التقارير التي كانت منشورة بشكل علني على المواقع الإيرانية هناك كان خلافات داخل إيران ما بين مؤسسة مستضعفان وما بين الحرس الثوري الإيراني وما بين أيضا الجيش الإيراني كون الحرس الإيراني والجيش الإيراني يعني وضع يده على ممتلكات تتبع لمستضعفان وهذا جزء أيضا مهم جدا مما أرشدنا إلى هذه المعلومات المهمة وهذا التقرير الاستقصائي المعمق الذي استطعنا فيه يعني أن نكشف نقاط مهمة يعني بصريحة عبارة أنا كنت متفاجئ جدا عندما قرأت هذا هذه المعلومة معلومة مقايضة أراضي إيراني وكان الموضوع يعني تحول لمزاد علم سوف نأتيك إلى هذه قصة المقايضة الآن هذه تقول هناك خلافات بين المؤسسة والجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني هذه ملكية خاصة لأشخاص تجار إيرانيين يعني ليسوا قريبين من الحرس ليسوا قريبين من النظام الإيراني الأملاك التي نتحدث عنها داخل إيران أستاذ معات لا هي ملاك المؤسسة ملاك مستضعفان ملاك مستضعفان الكثير من المدراء تولوا على رئاسة مستضعفان تقريبا أكثر من ستة أو سبعة رؤساء لكن الرؤساء الأشهر والذين داموا فترة طويلة لدينا المهندس سعيد كيا بالتفتيب حسب من الأقدم إلى الأحدث ثم جاء المهندس بارفيز فتاح وآخرهم كان العميد في الحرس الثوري حسين دهقان كما تعلم العميد حرس الثوري هو تولى في وقت سابق وزير الدفاع في الجيش الإيراني وأيضا هو موضوع على قوائم الإرهاب وعلى قوائم وزارة الخزاني الأمريكي بالتحديد حاليا الرئيس الحالي هو العميد في الحرس الثوري حسين دهقان والملفات التي تحدثنا عنها والتي كشفنا على تلفزيون سوريا هي لا تعود فقط إلى فترة بارفيز فتاح وإنما تعود أيضا إلى فترة العقيد أو العميد حسين دهقان بطبيعة الحال طيب الجماعة إذن سمنا على عسل كيف هناك خلافات بين الحرس الثوري ومستضعفان في إيران خلافات على ملكية الموضوع أستاذ معاد يعني الخلافات تقنية قد تكون هناك خلافات ما بين الشركاء هناك تنسيق فعليا مثلا عندما نتحدث عن حسين دهقان وقيادة وضابط في الحرس الثوري إيراني يتولى الآن في الوقت الحالي يعني قيادة مؤسسة مستضعفان هذا الكارتل الاقتصادي الكبير لكن عندما نتحدث عن خلافات هي خلافات تكتيكية يعني اشتكى مثلا في وقت من الأوقات بارفيز فتاح عن وضع الحرس الثوري الإيراني مثلا مثل حميد جماران أو اشتكى من الجيش الإيراني مثلا حميد كوهاك أنه الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني يضع يده على هذه الملكية وهو مستقر فيها مثلا هذه الخلافات هي موجودة في كل الدول يعني مثلا جيش النظام كما تعلم كان يضع يدو على العديد من الأراضي التي قد تعود لمؤسسات في الدولة ذات نفسها إذا عندما نتحدث هنا عن خلافات أنا نتحدث عن خلافات تكتيكية وليست خلافات جوهورية لأنه فعليا هذه العقارات نتحدث عنها أستاذ معاد مثل قاعدة الإمام علي التي وردت في التقرير والتي أريد منها أن يتم مقايطتها مع فيلق القدس مقابل عقارات في منطقة المواساة أو في منطقة السيدة زينب قاعدة الإمام علي هي منطقة مهمة جدا هي منطقة سياحية في شمال طهران يعني العقار هناك يبلغ عدة مليارات من الدولارات وبالتالي مستضعفان قد تكون حريصة في وقتنا أو قد على الحصول على امتيازات ولو في جانب آخر في هذا الموضوع حسنا قبل أن أختم أو أقفل هذا الملف والسلوك مستضعفان في إيران هي تؤسسة أيام الخميني والملكية للدولة أم ملكية خاصة أم ملكية مشتركة خاصة عامة لا يوجد ملكية للدولة بالنسبة لعندما نتحدث لمستضعفان نتحدث فقط عن ملكية وتبعية لبيت المرجد الإيراني الأعلى كما تعلم مؤسسة مستضعفان منذ عدة سنوات لا تقدم أي تقارير للحكومة الإيرانية وهي لا تقضى لأي رقابة جمركية أو رقابة ضرائبية طالما كان هناك تقارير تنشر على المواقع الإيراني خلال السنوات القليل الماضي يقولون أنه لماذا لا توجد شفافية في هذه المؤسسة لماذا لا توجد رقابة حكومية أيضا حكومات إيرانية المتعاقبة كان لديها العديد من الشكاوبة مؤسسة مستضعفان فعليا مؤسسة مستضعفان تعمل بشكل مباشر بإدارة مباشرة من بيت المرشد الإيراني علي خامنئي تتمتع بحرية كاملة تسيطر على العديد من الاستثمارات والعديد من العقارات والملكيات داخل إيران بالإضافة اليوم لما كشفنا باتت تسيطر أيضا على العديد من الاستثمارات والعقارات داخل سوريا أيضا حسنا ابقى معي أستاذ ضياق الدور الآن حصلنا على الرسالة المسربة التي تكشف عن اتفاقية بين مؤسسة مستضعفان ذراع الاقتصاد للحرس مع منظمة تطوير وتنمية التجارة الإيرانية تتضمن تسليم الشركات الخاصة في إيران عقارات في سوريا مقابل تنازل هذه الشركات الإيرانية عن أملاك في إيران اتفاقيات إذعان لم يتردد الأسد في توقيعها وتسليم مفاتيح البلاد إلى إيران التي حولت سوريا إلى مرتع للميليشيات المتربصة بأملاك المهجرين قصرا والطامعة بتوسعة نفوذها قرب البحر المتوسط من خلال اتباع سياسات توسعية وبغطاء حكوميا من النظام ما يعقد محاولات دول عربية وغربية لتقليص نفوذ تلك الميليشيات في سوريا مصادر تلفزيون سوريا كشفت عن فصل جديد من محاولات إيران تغيير معالم البلاد عبر توقيع اتفاقيات بين مؤسسة مستضعفان الذراع الاقتصادي للحرس الثوري مع مؤسسات بحكومة طهران تتضمن تسليم الشركات الخاصة في إيران عقارات في سوريا مقابل تنازل الشركات الإيرانية عن أملاك في إيران لصالح الحرس الثوري الاتفاقيات الإيرانية الداخلية جاءت وبحسب المصادر عقب مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني إذ سارعت مستضعفان أو ما يعرف بالغول الاقتصادي الإيراني للعمل على أن لا يذهب دعمها المادي واستثماراتها في فيلق القدس أدراج الرياح عقب مقتل سليماني فبدأ ممثل مستضعفان في سوريا مهد أزرقي بإنشاء مشاريع اقتصادية وتجارية وصناعية لتعمل كذراع اقتصادية لفيلق القدس ونشاطاته وتشكل غطاء مناسبا لأغراض الحرس الثوري الأمنية في سوريا على الأراضي السورية تنتهك إيران عتبة ما تبقى من سيادة النظام وتوقع اتفاقيات بين مؤسساتها العسكرية والمدنية بهدف خدمة المرشد الأعلى خامنئي إذ تشير المعلومات إلى أن مقايضة مستضعفان للأراضي السورية بالأراضي الإيرانية ستكون بداية مشروع صغير بمبلغ أولي وقدره خمسة ملايين دولار ومن ثم سيتم التمهيد لتنفيذ مشاريع طويلة الأمد في سوريا أعود إلى ضياقة دور مجددا أستاذ ضياء ما قصة المقايضة هذه اشرح لناها بالله عليك ببساطة اشرح لناها نعم أستاذ معاد عندما تحدث عن المقايضة على الرغم من أن أراضي سورية هي موجودة في الوسط لكن نتحدث عن طرفين إيرانيين يقومان بمقايضة أراضي سورية مقابل أراضي إيراني هذا أمر صادم جدا بصريح العبارة نعم أستاذ معاد تفضل أستاذ هذا أمر صادم جدا عندما صدمنا عندما رأينا هذه الوثائق صدمنا بصريح العبارة في هذا الأمر هناك أملاك غنائم يملكها فيلاق القدس في سوريا سواء كان في منطقة المواسات سواء في منطقة المزة سواء كان في منطقة السيدة زينب لا نعلم أساس هذه الملكية من أين تابعها فيلق القدس هل هي تابعة لمهجرين سوريين هل تابعة لجهات حكومية سورية قد تم تقديمها من نظام الأسد كنوع من الطعويض لوقوف فيلق القدس معه خلال الحرب السورية في السنوات الماضية جاءت إلينا هذه الوثيقة اجتماع ما بين ممثل فيلق القدس في سوريا وهو العقيد قولبرس العقيد علي تقي قولبرس وهو ذكر اسمه كثيرا سنتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل مع ممثلين من الشركات الفرعية في مؤسسة مصدعفان هنا أذكر بالتخصيص ممثل عن شركة بايا سامان بارس التي تدير احدى الشركات الفرعية شركة خاني التي كشفنا عنها في تقرير أنها تسعى لبناء ما يشبه الحزام الموائم لإيران مرورا بالمطار وأيضا مع ممثل في بنك سينا وهذه احد الشركات الفرعية لمؤسسة مصدعفان يتم الحديث بشكل علني وبشكل يعني واضح الآن الجلسة الجلسة يجلس فيها العقيد قيلبرس هذا من الحرس الثوري نعم مع مدراء لشركة مصدعفان نعم صحيح طيب الحديث ما هو؟ الطرفين الطرفين ايرانيين جيد لا يوجد أي طرف سوري جيد ماذا قاله؟ قال بصريحة العبارة أنه العقيد قيلبرس وهو تسميته بأنه ممثل أو نائب قائد فيلق القدس في سوريا والذي قد يكون نائب لعلي رضا زاهد الذي قتلته إسرائيل في القنصولي الإيراني في دمشق أنه حصل على موافقة العميد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني وهو قائد فيلق القدس كما تعلم تمام على مقايضة أراضي إيرانية ملكيات وعقارات إيرانية مع أراضي أو عقارات أو ملكيات يمتلكها فيلق القدس في سوريا وذكر بالتحديد قاعدة الإمام علي كما تعلم قاعدة الإمام علي تم التطرق لها في عام 2018 أستاذ معاد كشفت عنها مجاهدي خلق أنها هي مركز رئيسي يستخدم فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني لتدريب مختلف مرتزقة المتعددين جنسيات وإسارة إلى وجهات حتى لا نتو حبيب ضياق الدور الآن قاعدة الإمام علي تقصد هذه التي في شمال طهران أم التي في دير الزور لا لا التي موجودة في شمال طهران في شمال طهران من يسيطر عليها اليوم يسيطر عليها فيلق القدس والحرس الثوري طيب لكن ملكيتها تعود لمستضعفان هذه قاعدة الإمام علي كأرض تملكها مستضعفان نعم صحيح جيد أتى هذا غولبرست من الحرس الثوري قال الجماعة في مستضعفان ماذا أعطونا أرض الإمام علي قاعدة الإمام علي نعم أعطونا قاعدة الإمام علي ملكية تتنازلونها على الملكية وفي الملفات التي نمتلك مقابل ماذا مقابل أن نعطيكم عقارات في منطقة المواساة وفي منطقة الزيدة زينب والعقارات التي يتم إنشاءها من هوتلات وفنادق أيضا في منطقة الزيدة زينب ومناطق مختلفة في دمشق إذن على هكذا تم على بكل هذه البساطة الحرس الثوري يقول للشركة أعطونا أرض قاعدة الإمام علي شمالي طهران نعطيكم أرض في منطقة المواساة في حي المواساة في دمشق وفي السيدة زينب بالتأكيد كما تقول بالحرف الواحد وأكدنا على ذلك أنه فعليا كان فيه شكاوة من قبل مستضعفان أنه فعليا الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يسيطر على ملكيات تتبع لمستضعفان داخل إيران ذكرت لك مثلا قاعدة جامران التي يسيطر عليها الحرس الثوري وحامي كورها التي يسيطر عليها الجيش الإيراني سأعود لها الحرس الثوري الإيراني عنده يعني عقارات في منطقة المواساة طبعا فيلاق القدس هو من يمتلكها أي هذا ما تحدث به العقيد قول برس لم يتم تحديد المكان لكن أيضا تمت الحديث عن مواضيع قد تكون أكبر يعني لا متحدث أيضا عن مقايضة إنما تحدث أيضا عن شراكة يعني هناك يقول مثلا قول برس أنه نحن استطعنا أن نضع يدنا على بعض الوحدات الخاملة يعني الصناعية الخاملة والتي يريد من مستضعفان أن تبدأ أنشططها الاقتصادية لفتح مثلا معمل للكونسروة أو معمل لعصير الفواكه للكونسروة؟ نعم معمل للكونسروة يعني يريد فيلاق القدس أن تديروا مستضعفان هكذا يتم الأمر مستضعفان هي الجناح الاقتصادي جيد لفيلق القدس تمام هذه شراكة اقتصادية يعني أنه تفضلوا يا جماعة على سوريا عملونا كونسروة عملونا كونسروة وأيضا يمكن أن نستغل هذا النشاط الاقتصادي لتغطيط أغراض عسكري وأمني كثيرة يعني مثلا مبقرة زايد لم نتطرق لها مثلا مبقرة زايد الموجودة في طرطوس وهذا لها حديث آخر سننشره في تقرير مفصل آخر على تلفزيون سوريا طيب كما ذكرت قبل أن تكون مستضعفان هي واجهة للحرس الثوري الإيراني الآن في قصص المقايضة تمت هذه أنه والله طيب نعطيكم أرض قاهدة الإمام علي أعطونا أرض في المؤساة وعلى الله التكلان وانتهى الموضوع يعني الموجود في الملف حتى الآن هي مشاورات وهناك موافقات مبدئية حتى الآن لا لملك الملف الرئيسي الذي يؤكد أنه فعليا تم المقايضة لكن طالما أنه تم فتح هذا الموضوع وتم تخصيص خمسة ملايين دولار من قبل مثلا مستضعفان لشركتها الفرعية بايا سامان بارس وشركتها الفرعية الأخرى شركة خاني وبالتالي وبالتقرير الذي نشرناه قبل عدة أشهر كما تعلم بدأت هناك كان صور حقيقية لمسؤولين إيرانيين في هذه الشركة بدأوا يبحثون عن عقارات حول العاصمة دمشق وعلى طريق مطار وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر تم المقايضة بصريحة لكن الوثيقة التي تؤكد أنه تمت هذه المقايضة غير موجودة لكن المشاورات موجودة والموافقات المبدئية موجودة يعني مثلا عندما يقول قول بارس يريد أن يبحث عن جهة موثوقة مثل مؤسسة مستضعفان لكي يقدم لها هذه الاستثمارات وبالتالي فيلق القدس يستطيع أن يقدم هذه الاستثمارات إن كان لمستضعفان أو إن كان لشركات خاصة أخرى عندما يتحدث مثلا قول بارس الذي هو ممثل فيلق القدس في سوريا أنه فعليا فيلق القدس يسير أنشطة اقتصادية ويبني هوتيلات وعقارات أو فنادق في منطقة السيدة زينب فبالتالي هو لا يتعامل فقط أيضا مع مستضعفان هناك شركات واجهة أخرى وشركات خاصة تتبع للحرس التوري أو تتبع للجيش الإيراني تنشط بالتنسيق مع فيلق القدس لكن مستضعفان كونها هي الشركة الاقتصادية الأكبر التي تمتلك القدرات والتي تمتلك أيضا علاقات متشعبة مع كافة المؤسسات العسكرية والاقتصادية والأمني في إيران هي أكثر جهة تمتلك كفاءة لكي تدير هذه المشاريع في سوريا وبالتالي كان هناك العديد خلال العقود الماضي من الإشارات أنه فعليا مستضعفان لديها أنشطة في سوريا لكنها لم نكن نعلم ما هذه الأنشطة ما هي طبيعتها اليوم مع هذه الوثائق توضح كل شيء طبيعا يعني ماذا سوف تربح؟ لديها أرض قاعدة الإمام علي هذه شمال طهران يعني وتأتي وتأخذ أرض في المواساة أو في حي السيدة زينب ماذا سوف تربح؟ أستاذ معاذ أنا لست خبير بموضوع العقارات وقيمتها لكن على ما أعتقد العقارات الموجودة في منطقة دمشق هي مرتفعة جدا يعني قد تكون هناك عقارات في منطقة دمشق أغلى من مناطق أخرى قد تكون في دبي هذا أمر مهم جدا أيضا عندما نتحدث عن تنسيق ما بين مؤسسة مستضعفان أو ما بين فيلق القدس يعني عندما يقول مثلا قول براس أنه لا يمتلك أي تصريح لبدء أنشطة اقتصادية أو عمليات عمار في سوريا هو مضطر أن يتعامل مع شركات اقتصادية أو مع شركات واجهة وبالتالي هنا موضوع تنسيقي موضوع تعاوني عندما يتم عرض مثلا على مستضعفان مثل هذا الشيء وفيلق القدس يسيطر على قاعدة الإمام وهذا أمر واقع أعتقد أنه قد ترضى بموضوع المقايضة وتحصل على استثمارات خاصة أنه بالملفات المسربي وجدنا ملف مهم جدا أستاذ معات مهدي أزرقي سوف نأتي له هذا الأخ مهدي أزرقي قبل مهدي أزرقي شركة خانة هذه تتبع لشركة مستضعفان؟ شركة خانة هي أحد الشركات الفرعية لشركة بايا سامان بارس بايا سامان بارس هي أحد الشركات الفرعية لمستضعفان نتحدث عن غول اقتصادة لهذا الحد هذه مستضعفان ضخمة يعني؟ لديها عشرات الشركات في جميع الاتجاهات الاقتصادية سواء كان البناء والتشييد والبنى التحتية أو مثلا نتحدث عن شركة بهران المختصة في الزيوت والشحوم والمواضيع النفطية أيضا شركة صبا المتخصصة في موضوع التوربينات البخاري والطاقة والكهرباء العديد أيضا لدينا شركة محيا التي هي مسؤولة عن الأمور الزراعية وأيضا تمتلك أيضا نشاطات اقتصادية مهمة في سوريا هذا موضوع آخر وكبير جدا سنتحدث عنه في تقارير سابقة تقارير لاحقة قصدك كثيرة هي المواضيع طيب هذه شركة خانة التي تتبع إلى بير سامان لأننا لا نتقن الإيرانية كمثلك ضياق الدور هذه الشركة تقول تريد أن تنشئ حزام حول دمشق؟ نعم بمعنى المواقع التي زارها المسؤولون الإيرانيون في التقارير لأننا نشرناها قبل عدة أشهر كان هناك مخطط مثلا مواقع قريب من السفارة الإيرانية موقع السفارة الإيرانية الجديد الذي يتم التخطيط له والانتقال إليه مواقع على طريق مطار دمشق أين هذا الموقع الجديد؟ أين الموقع الجديد هذا؟ قريب من الموقع الاستثمار الجديد الذي بدأه النظام في سوريا والذي يمتلك الإيرانيين العديد من الاستثمار الداخل في صريح العبارة من كثرة المعلومات الذي ضاع اسمه منه ماروتا سيتي ماروتا سيتي نعم صحي ماروتا سيتي طيب بالقرب من ماروتا سيتي مواقع أيضا في غرب العاصمة دمشق التي قريب من الحدود اللبنانية هذا هو الحزام المتوائم هذا هو يعني تقصد حزام شيعي؟ حزام متوائم حزام شيعي قد يبدأ بنقطة ويتوسع إلى نقاط قد يبدأ بشارع ويتوسع إلى حي وهذا الحي يتوسع إلى ضاحي جنوبية اليوم الإيرانيين لا يفكرون بمشروع عمره سنة أو سنتين هم يتحدثون عن مشروع ذو نفس طويل يعني مثلا أحدثك عن حي سيد زينب عندما كان هناك مراسلات قبل أن يصعد الخميني إلى السلطة مع أحد المعممين كان يقول أن حي سيد زينب كان عبارة عن شارع واحد ولا يستطيع أحد أن يخرج في الليل لأن الكلاب الشارع ستلاحقنا في هذا الحي اليوم عليك أن تنظر إلى حي سيد زينب وإلى ماذا تحول تحول إلى حي يشبه الضاحي الجنوبي إذا كانت تحدث عن هذا المشروع هم يقولون أنه مائتين واحد فقط ولكن يؤكدون أن هذه المائتين واحدة عبارة عن بداية مشروع خمسة ملايين دولار يمكن أن تتطور يمكن أن تشمل مواقع أخرى تمتد وبالتالي إذا نظرنا إلى هذه المواقع حول العاصمة دمشق في قرب من ماروتا سيتي غرب العاصمة دمشق على طريق المطار كل هذا يدل أنه فعليا هذا حزام متوائم تريد إيران أن تصنعه من مطار دمشق مرورا حول العاصمة دمشق إلى الحدود السوري اللبناني نحو حزب الله ومن سيسكنه؟ من أين ستأتي ببشر المشروع الإيراني أستاذ معاد هو مشروع كبير جدا وضخم جدا داخل سوريا يتم انفاق العديد من الاستثمارات المادية عليه عندما نتحدث عن هذا الخطر نتحدث اليوم عن خطر آني أو خطر موجود في الوقت الحالي أحدثك عن خطر يمتد لسنوات يمتد لأعوام ضربت لك مثال السيدة زينب من كان يتصور اليوم أنه حي مثل حي سيدي زينب سيتحول إلى الشكل الذي نحن نشاهده لكن يعني البعض يقول لك هناك مبالغة سوضي أقدور يعني هذا الماروتا سيتي ما أهل المزة هم سكنوا فيه يعني نفسهم أهل المزة طيب أستاذ معاد يعني إيران من أين شكلت الميليشيات المحلية التي تدعمها في سوريا أليس من السوريين أنفسهم المتواجدين في مناطق النظام التي تستطيع إيران يعني تدخل أفكارها وتدخل تقنعهم بمشروعها وبالتالي يعني اليوم مشان نتحدث بصريح العبارة الحاضن السنية الموجودة في سوريا هي أكثر حاضنة يعني قد تكون موائمة لتغلغوا للمشروع الإيراني هذه المناطق مثلا أنا ما تحدث عن محافظة دير الزور وعمليات التوغل الكبير التي تحدث هناك في محافظة دير الزور في منطقة البوكمال والميادين هذه منطقة حيوية جدا الإيرانيين تعتبر منطقة حيوية بوابة دخول إيران إلى سوريا هي محافظة دير الزور لذلك تجد أن إيران تنفق العديد من الاستثمارات العديد من التكاليف لكي تجعل من هذه المنطقة منطقة موائمة لها منطقة تخلق فيها نوع من الحاضن الشعبي التي تكون موائمة لها طيب هذه مؤسسة خانة التي تتبع لمستضعفان وهناك مؤسسة جهاد البناء أليس كذلك؟ نعم هذه جهاد البناء هي مؤسسة غير تابعة لمؤسسة مستضعفان لكن شركة خانة هي أحد الشركات جهاد البناء تتبع للحرس الثوري تتبع للحرس الثوري نعم وخانة تتبع لخامنائي خانة تتبع لبايا سامان بارس وبايا سامان بارس تتبع إلى مستضعفان ومستضعفان تتبع للمرشد الإيراني يعني بالنهاية كلها لجيب المرشد يعني كل الأشياء تعود إلى جيب المرشد كلها لجيب المرشد نعم طيب ماذا كمان يعني أيضا يعني البعض يقول لك يعني فعلا هي هذه من المضحكات المبكيات يعني أن يتصرف الإيرانيون بهذه الطريقة هو قبل فترة أصلا تكلم هذا أحد الوزراء الإيرانيين قال لك يعني نحن ناخذ بدل الديون أراضي نعم نعم هذه أحد الأمور المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها حتى الآن لا نملك ملف كامل وشامل ومتكامل حول الأراضي الإيرانية التي سيطر عليها الإيرانيون أنت شاهدت خلال العام الماضي يعني كشفنا في ملفات أيضا عن سيطرة الإيرانيين على حوالي خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية سواء كان في طرطوس سواء كان في ريف حلب الشمالي وأيضا اليوم تخرج ملفات تتحدث عن سيطرة على عقارات مهمة داخل العاصمة دمشق حول العاصمة دمشق على طريق المطار غرب العاصمة دمشق لا نملك اليوم معلومات كاملة ومتكاملة عن كل العقارات التي وضع الإيرانيون يدهم عليها وهذا أمر خطير جدا أستاذ معاد يعني عندما تحدث أنت في بداية التقرير أنه خذوا سوريا فعليا عندما نتحدث عن رقم مثل خمسين مليار دولار يعني اليوم كنظام مثل نظام الأسد غير قادر فعليا على سداد هذا الحجم الكبير من الديون وبالتالي هو مضطر أن يقدم المزيد والمزيد من التنازلات والمزيد من الاستثمارات يعني أنا شبهته بعواد الذي باع عرضه نظام الأسد ويقدم المزيد من الاستثمارات ينحني للإيرانيين فعليا استعان بالإيرانيين لقمع شعبه وقتل شعبه وتشريط شعبه لكن في نهاية المطاف حصل على غول اقتصادي يمتص دمه من جميع الاتجاهات واليوم السيطرة الإيرانية على كافة الصعود العسكرية وعلى الصعود الأمنية يعني تصور لا يوجد في هذا الملف المسارب الذي تحدثنا به أي ذكر لإسم أي سورة عندما تحدثوا عن المقايضة المقايضة تجري بين طرفين إيرانيين مع العلم أنه في الوسط هناك أراضي سورية هناك عقارات سورية موجودة يعني الجماعة يعني ماخذين راحتهم على الآخر خذ هذه وأعطيني هذه وشكرا شكرا وفي أمان الله في أمان الله نعم طيب الآن سوف نتعرف إلى الأخ مهدي أزرقي الذي ذكرته وهذا مهدي أزرقي هو مسؤول سابق في قوات الباسيجة الإيرانية وممثل مكتب مؤسسة مستضعفان في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا السيد مهدي أزرقي عود لضياق الدور هذا مهدي أزرقي أيضا من العيار الثقيل ويجتمع مع نهد مرتضة مهدي أزرقي متعدد المهام ملتي سيستم كما يقال يعني هو كشف نفسه ووقع بين أيدينا من خلال إنكاره على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمتلكها سواء كان على تويتر سواء كان على تليجرام سواء كان على المنصات الأخرى يعني على الرغم من أنه لدينا وثيقة تؤكد أنه كان ممثل مكتب مستضعفان في سوريا واستلم عدة ميزانيات ميزانية الأولى التي استلمها من مستضعفان تقارب المئة ألف دولار من مؤسسة مستضعفان على الرغم من أنه هو شخص وحيد موجود في المكتب يعني بحسب التفصيلات في الميزانية هو فقط موجود في مكتب مستضعفان ولديه مستخدم مدني وحيد وبالتالي لا نعلم إلى أين ذهبت المئة ألف دولار مهدي أزرقي بدأ حياته كبسيجة كبسيجة مخلص لنظام ولاية الفقه وفعليا كان مستلم النشاط البسيجة في كلية الزراعة في جامعة طهران وبعد ذلك تدرج في المناصب أصبحت المواقع الإيرانية تستضيفه تارة يتم تسميته كباحث في الشأن الإقليمي تارة يتم تسميته بأنه باحث في العلاقات الدولية أو باحث اقتصادي في العلاقات الدولية في نهاية المطاف وصل فيه الأمر إلى قناته على التليجرام يصف نفسه بأنه ناشط أو مختص في الشؤون العراقي في كل هذه المواقع في كل هذه الوسائل التواصل الشخصية لمهدي أزرقي لم يذكر أي صفة رسمية له لا في سوريا أنه استلم مكتب مستضعفان في سوريا ولا أنه يستلم منصب اقتصادي في مؤسسة مستضعفان على الرغم من أنه نمتلك وثائق أنه كان يعمل في قسم العلاقات الدولية في مؤسسة مستضعفان وقسم العلاقات الدولية يجب أن نضع عليه 100 إشارة أستاذ معاد عندما نتحدث عن قسم العلاقات الدولية في مؤسسة مستضعفان وهذا ما أثار الشك حوله وجعلنا نبحث عنه بصريح العبارة وكتبنا عنه في التقرير من نهد مرتضى؟ من هذا أيضا؟ نهد مرتضى هو أحد عرابي المشروع الإيراني في سوريا إذا تبحث اسمه على الإنترنت بصريح العبارة أستاذ معاد هذه الصورة التي نشرناها على تلفزيون سوريا هي صورة حصرية لناهد مرتضى لا توجد أي صورة منشورة له بعض المواقع تظن أن نهد مرتضى هو شخصية أنثى وليس ذكر هذا الشخص هو أحد عرابي مشروع النظام الإيراني في سوريا يدير العديد من شركات الواجهة الإيرانية في سوريا الكثير من شركات البناء شركات الاقتصاد يعني عندما يريد الإيرانيون بدأ أي نشاط اقتصادي في سوريا هم يذهبون إلى نهد مرتضى يذهبون إلى ما يشبه نهد مرتضى الكثيرين سوريا هو دمشقي يعني هذا نهد مرتضى؟ هو سوريا دمشقي نعم من شعى دمشق؟ نعم من شعى دمشق ولماذا هو حجر زاوية له هذه الأمية؟ لماذا؟ يعني البعد العقائدي أستاذ معاذ له دوره وبطبيعة الحال إيران تعتمد على البعد العقائدي لمد مشروعه في سوريا إذا تحدث الدمشقيين يقول لك الإيرانيين لن يتعاملوا مع دمشقي سيتعاملوا مع شعى دمشق وهؤلاء نهد مرتضى وأمثاله يمتلكون النشاطات الاقتصادية في سوريا ولديهم أيضا علاقات وثيقة مع السلطة في سوريا ومع مفاصل الحكم في سوريا يستطيعون أن يسيروا الكثير من الأمور داخل المؤسسات الاقتصادية في سوريا وبالتالي الاعتماد عليهم يكون بالدرجة الأولى نهد مرتضى حتى الآن لا أعتقد أنه موضوع على قوام الإرهاب على الرغم من أنه منخرت في العديد من الأنشط الاقتصادية المشبوهة للإيرانيين ليس فقط أنشطة مثل أنشطة معمارية أو أنشطة اقتصادية أخرى إنما أيضا منخرت أيضا قد يكون منخرت في عمليات تحويل الأموال من إيران إلى سوريا نعم قبل أن أذهب إلى ملف آخر لفت نظري أن هذه المستضعفان أيضا استثمرت في المقابر المقابر يعني هل فهمتها صحيحا المقابر الموتى المقابر قد يكون حديث عنها وعنوان لكن ليس موجود بتفصيله داخل التقرير لكن بصريح العبارة أحد الشركات الفرعية التابعة لمؤسسة مستضعفان تعنى بموضوع المراقد والمقابر وما إلى ذلك لكن هذا الموضوع لم يتم التطرق له ضمن التقرير إنما فقط في العنوان تمام أحيان وموتى حسنا الذي يسمح كلامك يقول والله مع هذه الأوثاق يعني أن الإيرانيين لن يزحزحهم شيء في سوريا البعض يرى أنه لا إيران تخشى تخشى من ماذا؟ من النفوذ التركي